أهلا بكم أعزائي المشاهدين عبر حلقتين سابقتين تحدثنا عن قصة أهل الكهف في القرآن مقارنة بأصلها السورياني ورأينا التفاعل جدلي في النص القرآني عما كان معروفا في فترة ظهوره بين اختلاف الروايات السوريانية المسيحية لهذه القصة أقر بها القرآن وطرحها في خطابه لأتباعه وخصومه وأشار للاختلاف عدد الفتية في الآية 22 ثم عدد السنين في الآية 25 ولم يحسم في عدد هؤلاء الفتية وعدد السنين التي مكتوا فيها بكهفهم قل رب أعلم بعدتهم ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا لينهي جدلية الاختلاف كقصة رمزية الغارض منها ليس معرفة عدد السنين ولا عدد الفتية إن كانوا ثلاثة كما تقول الجالية السوريانية العقوبية في نجران أو خمسة كما يقول السوريان نصاطرة في العراق أو سبعة كما أجمع أغلب رواة هذه القصة فالهدف هو الإيمان بقدرة الله على إعادة الخلق وحقيقة البعت من الموت اليوم نتحدث عن قصة فتية أفسوس أو أصحاب الكهف في الرواية السوريانية فلا شك أن هذه القصة كانت رواية شفاهية قبل تدوينها من طرف العلامة مار يعقوب سروجي في مماره نهاية القرن الخامس أو البداية القرن السادس الميلادي وهناك من يشكك في أن يعقوب سروجي هو من كتبها ثم نقلتها الأقلام بتنقيحات واختلافات دون المساس بجوهر القصة والمناسبة هي وجود جدالات واختلافات في القرن الرابع الميلادي حول مصير جسد الإنسان بعد الموت لأن بعض رجال الدين المسيحيين وعلى رأسهم الأسقف تيودور أسقف إيجية وأتباعه كانوا يرفضون الاعتقاد بقيامة الجسد فالمسيح بحسب رأيهم قام بجسد ممجد وبالتالي جاءت هذه القصة لتدعم قيام الشهداء بأجزادهم الحقيقية ترجمت هذه القصة من اللغة السوريانية إلى عدة لغات كاليونانية، اللاتينية، الحبشية، القبطية، الأرمينية وقد ذكر المستشرق البولوني البروفيسور بارفومي غريسا أزيد من 200 مخطوطة موزعة على متاحف ومكتبات عالمية تعود لما بين القرن التاسع والثالث عشر الميلادي بينما ذكر المستشرق الأمريكي البروفيسور سيدني غريفت مجموعة أخرى من المخطوطات أهمها المخطوطات الثلاث التي ذكرتها في جريدة الشارع الثقافي التونسي تعود هذه المخطوطات لما بين القرن السادس والسابع الميلادي حسب تقدير المتخصصين في علم الخطاطة استناداً لتطور الخط السورياني أبكر النصوص السوريانية لهذه القصة طلايا أفسوس أو نائمون السبعة هي قصة لتورجية كما قلنا لماري عقوب السروجي شاعت هذه القصيدة شيوعاً واسعاً بين العاقب السوريان الأرثودوكس تقول القصة على لسان ماري عقوب السروجي في قصيدته يذكر الرهبان والحاضرين وحاكمة الفيتية بدأت في عصر الإمبراطور ديسيوس الذي جاء إلى أفسوس وأعلن عيد الآلهة زيوس وأبولو وأرتيميس وطلب من الرعية أن يقدموا بخوراً لهذه الآلهة فرفض بعض الفيتية من النبلاء الامتتال لأوامر الأمبراطور وقالوا نحن لن نسجد لأصنام خرسة صنعتها أيدي البشر إلهنا هو رب السماوات ماريا هو معيننا له نسجد ونقدم طهارة قلوبنا ملكك أنت زيوس وأبولو وأرتيميس ملكنا نحن الآب والابن والروح القدس بعد هذا التصريح بالكفر لآلهة الامبراطور هرب هؤلاء الفيتية إلى جبل عالي واختبأوا في كهف على الجبل ثم تدرعوا لله بالصلاوات لكي يحميهم وينجيهم من بطش جنود الامبراطور يقول ماريا عقوب السروجي الرب رأى إيمان الحملان بين قوسين الفيتية الأحباء وجاء ليعطيهم أجراً صالحاً مكافأةً لهم أخذ أرواحهم وأتى إلى السماء وترك ساهراً بين قوسين عيراء ليكون حارس أوصالهم إذن أرواحهم في السماء ورفاتهم داخل الكهف يحرصها ملاك علم جنود الامبراطور بوجود الفيتية داخل المغارة فقرروا غلق باب الكهف بجدار عقاباً لهم وصنعوا لوحات دليل بين قوسين في التنقيح الثاني لوح من الرصاص بالمفرد لوحة أبارة وصنعوا بجانبهم منقوش عليه أسماء الفيتية وسبب اختبائهم في الكهف والوقت الذي هربوا فيه من الامبراطور ديسيوس فمن خلال تفاصيل القصة في قصيدة مار يعقوب السروجي يتضح وجود لوحات دليل أو لوحة من الرصاص مما جعل علماء الإسلام يذكرون هذا اللوح من الرصاص من بين تفاسيرهم المختلفة ذلك لكلمة الرقيم في الآية 9 من صورة الكهف ونسبوه لابن عباس رغم أن ابن عباس حبر الأمة لا يعرف معنى الرقيم كما جاء في تفسير القرطبي وفي رواية أخرى نقلها الطبري يقول أي ابن عباس ما أدري من الرقيم أكتاب أم بنيان علماء الإسلام توصلوا لمعرفة جدر الكلمة راقاف ميم بمعنى ينقش يكتب يخطط لكن هذا الجدر لا يخفى على متخصصين في علم الفيلولوجية كالمستشرق الأمريكي جيمس بيلامي حيث قال بإمكانية حدود خطأ في قراءة الحروف للإملاء في المصطلح الرقيم يشير إلى أصحاب الكهف ثم يقدم كلمة الرقود كأصل كلمة الرقيم ثم في سنة 2007 بمقال بعنوان بقايا الحروف السريانية في المخطوطات القرآنية القديمة للدكتور كريستوف ليكسنبرغ اعتبر الكلمة الرقيم تحريفا لكلمة الرقاد فالنبرة بعد القاف ليست يا وإنما هي في الأصل ألف كما هو الأمر في كلمات كثيرة في القرآن كمثل فسواهن البقرة 29 بأيام في صورة إبراهيم الآية 5 الطورة العمران الآية 365 أما الرأة فهي دال في الأصل يتشابه حرفي الدال والرأة في الخط السرياني يشبه الرأة الدال ولهاتين الفرضيتين يمكن إضافة فردية أخرى كتبتها في مقال بعنوان حبر الأمة وما لا يعرفه في القرآن كما رأينا في النص الأصلي لماري عقوب سروجي حيث جاء في مماره أخذ أرواحهم ووضعها في السماء وجعل مراقبا عيرا بين القوسين ليحرص أجسادهم إذن الحديث عن الفتية والمراقب وهو ملاك وبالتالي الآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فالرقيم بحسب سياق نص هو الملاك الرقيب الذي يحرص أجسادهم وبالتالي يكون الخطأ وقع أثناء النقل من الرقيب إلى والرقيم وهذا وارد جدا لما رأيناه من أخطاء نسخية في سلسلة الحلقات التي تحدث عن الأخطاء النسخية في القرآن وقعت أثناء مرحلة تدوينه أي تدوين القرآن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر